بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد فحمدا لربنا الكريم الجواد المنعم الذي أكرمنا ببلوغ هذا الشهر الكريم وأساله جل جلاله أن يوفقنا جميعا في هذه الأيام المباركات وفي هذه الليالي والطيبات بأن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه وأسأله جل جلاله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه كما أسأله وهو السميع المجيب أن يرفع هذا الوباء عن هذه الأمة وعن الناس وأسأله جل جلاله التوفيق والتسديد لولاة هذا الأمر الذين بذلوا كل جهدهم فيما يعود بالنفع على الإنسان في مواجهة هذا الوباء فجزاهم الله عز وجل عنا وعن المسلمين خيرا ونسأل الله عز وجل لهم المعونة والتوفيق وأن يجازيهم على ما فعلوا أعظم الجزاء أيها الإخوة الكرام إذا ما نظرنا إلى كتاب ربنا عز وجل ونرى ونقرأ في هذا القرآن فإن القرآن ذكر فيه أماكن فمن الأماكن التي ذكرت في القرآن بلد الله الحرام وجاءت باسمها الصريح أم القرى والبلد ومكة وبكة وغيرها من الأسماء التي جاءت في كتاب الله عز وجل ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى لتنذر أم القرى ومن حولها ومن ذلك قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فالبلد الأمين هو مكة شرفها الله وكذلك ذكر في القرآن الزمن ذكر الزمن بالوعاء الأوسع وهو العام والسنة وذكر بوعاء الزمن الأصغر وهي الأشهر فذكرت أشهر الحجي والأشهر الحرم وذكر أيضا شهر رمضان وكذلك ذكرت بعض أوقات اليوم كالعصر والليل وغير ذلك والسؤال الذي يطرح نفسه ونحن في شهر رمضان وفي مقدمة هذا الشهر كيف عرض القرآن لشهر رمضان وهل هناك علاقة مخصوصة ربطت بهذا الشهر لأي شيء من الأشياء فإن المتأمل في كتاب الله عز وجل فإننا نجد أن القرآن ذكر هذا الشهر باعتبار مجمله وهو مجموعة تلك الأيام التي يتكون منها مسمى واحد هو رمضان وكذلك ذكرت بعض لياليه وهذا جاء في آيتين وجاء الذكر بليلة القدر والليلة المباركة فإذا رمضان ذكر كشهر ورمضان ذكر مجزأا بذكر وصفين لبعض لياليه ولكن السؤال أيضا يستمر هل وإن جاء الذكر لهذا الشهر بذكر الشهر مجملا وبذكر بعض لياليه هل هناك شيء تعلق بهذا القرآن أتعلق بهذا الشهر الكريم فإننا إذا رجعنا إلى تلك الآيات التي ذكر فيها الشهر وذكرت فيها تلك الليالي فإننا نجد أن الشيء الذي ربط بهذا الشهر الكريم هو القرآن ولا نجد هذا الارتباط بين الزمان والقرآن لأي شهر آخر إلا شهر رمضان فنجد قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونجد ونجد قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر ونجد قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة والليلة المباركة هي ليلة القدر وليلة القدر من ليالي رمضان هذا الارتباط العجيب بين هذا الشهر وهذا القرآن نجده في كتاب الله عز وجل على طريقة لم توجد لأي شهر آخر بل وعندما أيضا يتأمل الإنسان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تجد أن مراجعة القرآن ومتابعت حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للكرآن ومدارست رسول الله صلى الله عليه وسلم للكرآن مع جبريل عليه السلام إنما يكون ذلك في رمضان فكما جاء في الصحيح أن جبريل عليه السلام كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن وهذا أيضا أمر عجيب ثم أننا نجد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال مع القرآن في رمضان لا يدانيه أي صورة في هذه العلاقة مع القرآن في أي شهر غير شهر رمضان فإذا تأمننا في ذلك إذن ماذا يعطينا هذا من الدلالة على الارتباط بين هذا الشهر الكريم وهذا القرآن العظيم وأيضا فإننا نجد من شعائر هذا الشهر الكريم العظيم شعيرة صلاة التراويح والتي أسأل الله جل جلاله أن يرفع هذا الوباء وأن يمتع هذه الأمة باجتماعها في صلاة التراويح على تلاوة القرآن وإن كان هذا لا يمنع أن يقوم الناس بهذا الأمر في دورهم وفي أماكنهم وإن هذا أيضا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هذه العبادة التي هي التراويح والتي اجتماع الناس فيها على هذا العمل العظيم وهو هذه الصلاة ليسمعوا القرآن ولذلك ما أعجب ما استنبطه شيخ الإسلام رحمة الله عليه من حكمة صلاة التراويح والاجتماع لها حين ذكر أن حكمة هذه العبادة العظيمة هو أن يسمع المسلمون القرآن أن يسمع المسلمون القرآن فإذا هذا الربط العجيب ثم أيضا أمر رابع وهو أن الصيام فإنه يغلق على الإنسان أبواب الشهوات ويجعل هذه النفس في طمأنينة وسكينة وهدوء بال وتدبر القرآن حاجته إلى نفس تعيش هذا الهدوء وهذه السكينة وهذه الطمأنينة إلى نفس أبعد ما تكون عمل لا يرضي الله جل جلاله ورمضان والصيام له هذا الأثر في تهيئة هذه النفس على أن تكون بهذه الحال فإذا وجدنا وتأملنا في هذه الأمور الأربعة إذن ما الذي ينبغي أن يكون حالنا مع القرآن في شهر نزول القرآن وفي شهر الصيام فعلى هذا الأساس إخوة الأكارم سيكون درسنا في هذه الأيام المباركات مع كتاب الله عز وجل تدبراً وتأملاً وفهماً لمعانيه وهو امتداد لهذه الدروس في هذا المسجد الحرام وقبل أن أدخل إلى ما أريد أن أقف معه من آياتي القرآن العظيم فبين يدي مقدمة أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني وتكون مدخلاً لمقصود هذه اللقاءات والدروس وهو قضية التدبر والفهم لكتاب الله عز وجل فأولاً أقول الإنسان مقصود رسالات السماء الإنسان مقصود رسالات السماء لأن الإنسان مخلوق مكرم الله عز وجل خلقه وكرمه كرم أصله وهو آدم عليه السلام وكذلك كرم فرعه كرم الأصل وذكر الله لنا ذلك في القرآن كرم الأصل حين أخبر جل جلاله أنه خلق آدم بيديه وكرمه حين نفخ فيه من روحه وكرمه حين علمه الأسماء كلها وكرمه حين أسجد له الملائكة وكرمه حين أسكنه جنته ثم كرمه عندما خالف آدم فعلمه كيف يتوب ويرجع عن معصيته إلى طاعة ربه هذا تكريم الأصل ثم كرم الله عز وجل فرعه وكان أعظم التكريم لهذا الفرع أن الله عز وجل نسبه إلى أصله المكرم فما أكثر ما نجد في القرآن والله عز وجل يخاطب هذا الإنسان بنسبته إلى أصله فيخاطبه بقوله جل جلاله يا بني آدم وأيضا كرمه حين أنزل عليه هداه وكان هذا أعظم تكريم له بعد خلقته وإيجاده أن الله عز وجل أنزل عليه هداه وكان أيضا من تكريم الله عز وجل له أن سخر له ما في السماوات والأرض فكل شيء في هذا الكون مخلوق من أجل هذا الإنسان فالنبات مخلوق لأجل الحيوان والنبات والحيوان خلقا لأجل هذا الإنسان فإذا هذا هو المخلوق المكرم ولذلك كم نجد في القرآن العظيم قول الله عز وجل خلق لكم وسخر لكم وجعل لكم وتجد ما بعد هذه الكلمات خلق لكم وسخر لكم وجعل لكم إخبار عما هو مودع في هذا الكون من هذه المخلوقات فالله عز وجل خلقها مسخرة لهذا الإنسان إذن هذا هو المخلوق المكرم الذي خلقت المخلوقات له ولأجله وكان نظام هذا الكون مراعا فيه ما يصلح هذا الإنسان وهنا يأتي السؤال إذا كان هذا الكون كله بشمسه وقمره وسماواته وأرضه ونجومه مخلوق لأجل هذا الإنسان فالسؤال هذا الإنسان خلق لأجل ماذا أمام هذا التسخير العظيم أمام هذا الكون العظيم والذي خلق كله مسخرا لهذا الإنسان إذن خلق الإنسان من أجل ماذا فيأتي الجواب ممن خلق الإنسان وكرم الإنسان وخلق الكون مسخرا لهذا الإنسان فيأتي الجواب من عند الله عز وجل ليخبر أنه خلق هذا الإنسان من أجل عبادة الله من أجل ذاك الأمر العظيم وأن الإنسان مورد لهذا الأمر وهو التكليف بعبادة الله عز وجل إذن هل هناك شيء في هذا الوجود أعظم من عبادة الله وحده وقد خلق الله عز وجل الكون مسخرا للإنسان لأن الإنسان له هذه المهمة العظيمة وهذه الرسالة الجليلة وهي عبادة الله عز وجل وحده القرآن إذن يخاطب هذا الإنسان وهنا سؤال إذا كان القرآن نزل من أجل هذا الإنسان إذن فالمطلوب أنه تكون هناك علاقة بين هذا الإنسان وهذا القرآن وقبل أن نعرف ما هي العلاقة المطلوبة وما هي الشروط التي تحقق تلك العلاقة على أحسن وجه فنحتاج أن نقف وقفه لندرك ما هي طبيعة هذا الإنسان وما هي طبيعة هذا القرآن لنعلم ما هي العلاقة التي ينبغي أن تكون بين القرآن والإنسان ومن الذي سيخبرنا عن طبيعة القرآن ومن الذي سيخبرنا عن ذلك من خلق الإنسان ومن أنزل القرآن وأين نجد ذلك نجده في القرآن فالذي أنزل القرآن ومن الذي أنزل القرآن ونفخة من روحه ونفخة من روحه فالإنسان مزيج من هذين الأمرين من قبضة الطين ومن نفخة الروح ثم جعل فرعه يتناسل من ماء مهين فإذن طبيعة هذا الإنسان هذه القبضة من الطين ونفخة الروح وإذا رجعنا إلى القرآن لنعرف طبيعة القرآن نقرأ القرآن ليعلمنا ربنا جل جلاله عن طبيعة القرآن فإذا قرأنا القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن طبيعة القرآن فقال وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا فطبيعة القرآن أنه روح من أمر الله وطبيعة القرآن أنه نور من عند الله وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن ما هي رسالة القرآن إذا علمنا غاية وجود الإنسان وهي عبادة الله فما هي رسالة القرآن رسالة القرآن كلمة واحدة هي الهداية الهداية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هذه رسالة القرآن بكل اختصار هذه رسالة القرآن العظيمة فالإنسان خلق ليعبد والقرآن أنزله الله عز وجل ليكون هدى للإنسان في أن يحقق غاية وجوده وهي عبادة الله عز وجل وحده ولذلك نجد في القرآن أن طلب الهدى أعظم دعاء وأوجب دعاء على الإنسان يسأل ربه ما أجب الله علينا دعاء بعينه إلا طلب الهدى ولذلك في وسط سورة الفاتحة نجد هذا الدعاء وهو الدعاء الوحيد إهدنا الصراط المستقيم ويكلف المؤمن بفرض الصلاة وفي كل ركعة يكلف بأن يقرأ الفاتحة التي في وسطها دعاء واحد هو إهدنا الصراط المستقيم فلو كان هناك دعاء ولو كان هناك طلب أعظم من طلب الهدى لنال مثل هذه المكانة لهذا الدعاء العظيم فطلب الهدى إذن هو أعظم دعاء وأوجب دعاء الإنسان يردده في كل يوم على أقل تقدير سبع عشرة مرة في كل ركعة وهو يقول ويناجي ربه إهدنا الصراط المستقيم ولاحظوا عندما يطلب الإنسان ربه هذا الدعاء وهو يقرأ سورة الفاتحة يأتي الجواب مباشرة بعد سورة الفاتحة عن المكان الذي يجد الإنسان فيه ما يدخله في طريق الهدى فبعد سورة الفاتحة تأتي سورة البقرة ليكون في صدرها وأولها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين طلبتم من ربكم الهدى ودعوتم ربكم الهدى فها هو مكان الهدى فاطلبوه وتحصلوا عليه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إذن هذه طبيعة القرآن أنه روح من أمر الله أنه نور من عند الله رسالته الهدى ومن طلب الهدى من غير الله عز وجل فقد ظل قل إن الهدى هدى الله فإذن هذا هو مصدر الهدى وهذا هو المكان الذي يجد الإنسان فيه الهدى فإذا عرفنا الآن طبيعة الإنسان أنه خلق من طين ومن نفخة الروح وأن القرآن خلق على هذه الطبيعة أنه روح وأنه نور وكلمة الروح كما ذكرها الله عز وجل في القرآن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولكن كلمة الروح كل من يسمع هذه الكلمة فإنه يعي أن تلك الكلمة معناها هو ذاك الأمر الذي إذا دب في الجمادات جعله حيا إذا دب في الأجساد صارت حية وإذا خرج منها صارت ميتة هذه كلمة الروح فالإنسان بدون هذه الروح إنما هو ميت وإذا وجدت فيه الروح فهو ذاك الإنسان الحي المتحرك الذي يعمل الذي يهم الذي يفكر وإذا خرجت الروح فإنه يكون ذاك الجسد الذي حقه على من حوله أن يوارى في التراب إن القرآن روح وإذا ما دبت روح القرآن في الإنسان جعلته خلقا آخر كما أن روح الحياة إذا دبت في جسد الإنسان جعلته خلقا آخر ماذا كان عمر في الجاهلية كان ميتا وماذا صار عمر بعد أن دبت فيه روح القرآن بل ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن وماذا كان بعد نزول القرآن صار خلقا آخر بعد نزول القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله هو عبد الله هو خليل الله إذن هذه العلاقة التي قامت بينه وبين القرآن جعلت منه خلقا آخر عمر كان في الجاهلية شيئا وبعد أن تلاقى جسده وروحه مع هذا القرآن صار خلقا آخر صار عمر الفاروق صار الخليفة الراشد صار الإمام العادل صار العالم صار التقي صار الورع الذي يخشى الله الذي على وجه خطان أسودان من أثر الدموع من خشيته من ربه عز وجل صار خلقا آخر بهذا القرآن فإذن هذا الأثر فإذن إذا عرفنا ما معنى مدلول كلمة الروح وما هو أثرها فهنا إذن ما هي هذه العلاقة فإذا تأملنا أيضا في القرآن وفي الحديث فإننا نجد أننا نقف أمام ثلاث علاقات عظيمة فيما بين الإنسان والقرآن أما العلاقة الأولى فهي علاقة الروح بالجسد أي علاقة الحياة والموت فالإنسان بدون التلاقي مع القرآن فهو ميت الأحياء أو من كان ميتا فأحييناه فأحييناه فإذن الإنسان يحيا بهذه العلاقة والتلاقي وقال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فبالقرآن تحيي الأجساد وبانقطاع العلاقة مع القرآن يكون الإنسان ميت الأحياء إذن هذه العلاقة الأولى علاقة الروح بالجسد العلاقة الثانية علاقة النور بالبصر فإن الإنسان يرى الأشياء إذا كانت عنده حاسة البصر وإذا كان هذا النور موجودا فإذا فقد النور سيكون الظلام وإذا كان الظلام لا يرى الإنسان حقيقة الأشياء ولا يرى ألوان الأشياء ولا يستطيع أن يعرف طريقه فإذا علاقة الإبصار علاقة ارتباط بين العين الباصر والنور وهي أيضا علاقة بين القرآن وبين هذا الإنسان فمن لم تقم بينه وبين القرآن هذه العلاقة فمثله مثل الأعمى مثله مثل الذي لا يبصر وهو في ليل دامس لا يرى ما أمامه من الأشياء فهذه العلاقة بين القرآن وبين الإنسان فإذا الأول علاقة إحياء والثانية علاقة إبصار أما العلاقة الثالثة فأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث العظيم الذي أخبر أن مثل ما بعث به كمثل غيث نزل من السماء فانقسمت الأرض في تلقي هذا الغيث إلى ثلاثة أقسام أرض أجادب صلبة لم تنتفع من الماء ولكنها حافظت على ما نزل فيها من الماء فجاء الناس وانتفعوا منه وهذا كحال العالم الذي ينفع الناس بعلمه وهو لا ينتفع من علمه والأرض الثانية التي نزل عليها ذاك الغيث وهي تلك الأرض السبخة التي ليست هي أرض خصبة فتنتفع من الماء وليست أيضا هي أرض صلبة فتحفظ الماء وإنما تسرب الماء منها ودخل في أعماق الأرض فلنتفعت ولا نفعت الناس وأما النوع الثالث من الأرض وهي الأرض الطيبة التي عندما نزل عليها الماء أخصبت أخصبت وأخرجت من كل زوج بهيج فأصبحت متعة للإبصار وأصبحت منفعة للأجساد بما تخرج من جوفها فهذا التلاقي بين غيث السماء الماء وبين الأرض الطيبة الذي أنبت الكلأ وأنبت العشب وأنبت وأخرج الثمر تلك علاقة أيضا ثالثة بين القرآن والإنسان فهي علاقة علاقة بين الإنسان والقرآن وهي علاقة الإخصاب بأن يكون الإنسان يفعل الخير وأن ينتج فعل الخير فتلك ثلاث علاقات بين الإنسان والقرآن وأخيرا أقول يأتي السؤال هذه العلاقة لتقوم بأنواعها الثلاث هل هناك من طريق يوصل الإنسان إلى تلك العلاقة مع القرآن والجواب نعم ومن أين نجد الجواب نعود إلى القرآن كما عرفنا القرآن بطبيعة الإنسان وكما عرفنا القرآن بطبيعة القرآن وكما عرفنا القرآن بالعلاقة بين الإنسان والقرآن فكذلك القرآن يعلمنا كيف نقيم مع القرآن علاقة صحيحة فيخبرنا القرآن أن هناك شروط أربع من حققها قامت علاقة صحيحة فيما بينه وبين القرآن أولها أولها هو أول كلمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ اقرأ أن تقرأ القرآن وأن تتلو القرآن وهذا الأمر الأول له ثلاث صور أن تقرأه بلسانك أن تقرأه لتسمع غيرك الثالثة أن يقرأ غيرك لتسمع أنت فقال الله عز وجل في الأول للأول فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقال فاقرأوا ما تيسر منه وقال في الثاني هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته يقرأ على الناس ليسمعوا القرآن وقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة وقال في الثالث وهو أن تسمع فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إذن هذا الشرط الأول شرط القراءة أن تقرأ وأن تسمع وأن تسمع ولكن هذه القراءة حتى تكون نافعة لا بد أن تكون قراءة باسم الله اقرأ باسم ربك لا بد أن تكون هذه القراءة على إسلام فبدون الإيمان لا ينتفع الإنسان من قراءته فإذن هذا الشرط الأول أما الشرط الثاني إذا ما قرأت القرآن وسمعت القرآن وأسمعت القرآن فالمطلوب منك أن تفهم ما قرأت القرآن رسالة القرآن رسالة مرسلها رب السماوات والأرض خالق الإنسان أرسلها لمن لهذا الإنسان فإذا لم يقرأ الإنسان الرسالة ولم يفهم الرسالة هل قام بحق الرسالة إذن المطلوب الثاني أن تفهم ولذلك قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته أما الشرط الثالث بعد التدبر فهو الإيمان فلا ينتفع من هذا الكتاب إلا من آمن أما الشرط الرابع وهو العمل أن يخضع الإنسان لأمر القرآن فإذا تحققت هذه الأربعة قامت العلاقة الصحيحة بين الإنسان وبين القرآن أسأل الله جل جلاله في شهر القرآن أن يكرمنا بأن تكون علاقتنا مع القرآن علاقة ترضيه وعلاقة يفتح بها على قلوبنا في معاني هذا الكتاب العظيم ويوفق جوارحنا أن تخضع وتعمل بما جاء في القرآن العظيم إنه جواد كريم سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين